موسيقى شادينا نحييكم من جديد نقسم الحلقة بين قضياتين قضية اجتماعية وقضية سياسية وشعبية أيضا بعد قليل هنقش معاكم هي الناس عايزة إيه من أعضاء مجلس النواب خاصة نحن مع بداية دورة جديدة من أعمال المجلس وبالتأكيد الناس بتكون تتأمل فيما حدث في الدورة الأولى وبتشوف الأداء وبتقيمه وبتحاسب النواب كمان هو المواطن عاوز إيه من عضو مجلس النواب خاصة المواطن ممكن يقول مش أنا اللي جبت الحكومة مثلا لكن أنا اللي جبت عضو مجلس النواب هل بيتفعل معايا ولا ما بيتفعل شأنه هو مهموم بقضيايا ومشاكلي ولا لا هنقش القضية مع أعضاء مجلس النواب وإيه اللي هيعملوه في المرحلة القادمة يعني إيه أهم القضايا وأهم المشاكل وأهم الأزمات وحنشرك المشاهدين معنا في هذه القضية خاصة إن كل مواطن هيكون معنيا بها خلوني بسرعة كده ناخد قضية اجتماعية والقضايا الاجتماعية بتستنزفنا ليه بتستنزفنا؟ القضايا الاجتماعية هي قضايا البيوت جواز طلاق محاكم فصال مشاكل أولاد قوانين أحوال شخصية هتلاقوا الأضايا من هذا النوع بتستنزف المجتمع كثيرا بالإضافة كمان إلى إن يعني العقلاء اللي دايما بيحلوا المشاكل والأزمات قبل تفاقمها يا خلاص الجيل مع التقدم في التكنولوجيا ومع التوتر في الحياة ومع إن العائل بقى بيشتغل أكثر من عمل واللي بينفق على أسرته ربما بيشتغل هو نايم حتى المجتمع اختلف وتغير عشان كده المشاكل تفاقمت حتى القضايا اللي استهلكت بحثا القضايا اللي احنا عنا نقشها مش ملهاش علاقة بأن معتز اتجوز زيجة تانية ما أكثر الذين تزوجوا تاني وتالت وبيقول أنا بستخدم رخصة شرعية يعني ما حتقوله أن هذه الرخصة مقيدة ده نقاش تاني مختلف لكن اللي لفت الانتباه هو إن معتز وهو بتجوز كانت الزوجة الأولى معاه في صور الزواج ومشاهد الزواج وبالتالي ده اللي انتو شايفينها دي ده اللي لفت انتباه الناس إنه يجمع بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية في مشاهد وصور بهذا الشكل وانتو عارفين مواقع التواصل الاجتماعي بتنتشر بشكل كبير فبدأ الناس يعلقوا تعليقات مختلفة أنا أعتقد أن القضية هنا طبعا اللي انزعجوا من التسويق والترويج لتعدد الزوجات بهذه السهولة قالوا آه يعني ده مشاهد زي ده إزاي ده حيؤدي إلى أن إلى تعدد الزوجات بشكل يعني يقسم المجتمع ويظلم الزوجة الأولى دائما وتجاه تاني قال إيه هذه العنترية اللي يمكن أنها تصيب زوج بحيث أنه يعني يحاول أن يبدو أمام المجتمع وكأنه هارون الرشيد يجمع بين الزوجات في صور بهذا الشكل يعني طيب قلنا نجيب معتاز ونسأله طالما فيه تعليقات بهذا الشكل خاصة فيه تعليقات هو بيقول أخضبطه جدا وحالة الزوجة الأولى سيئة وحالة الزوجة التانية نفسيا ومعنويا سيئة أيضا بسبب هذه التعليقات خلونا نناقش القضية مجتمعيا مع معتاز هلال معتاز أهلا بيك أهلا بحضرت حماك معنا أيضا أستاذ شريف عبد الفتاح وحماك من الزوجة التانية يعني أستاذ شريف أهلا بيك أهلا بحضرت أستاذ معتاز قل لي أولا يعني قبل ما نشوف بقى يعني غدود الفعل في النهاية الناس وجدت مشهدا من هذا النوع المشهد ده كيف صنع هذا المشهد دايما بتبقى فيه حساسيات وحزازيات بتخلي دايما حتى لو الزوجة الأولى متقبلة لكن لا يمكن أن تظهر فرحة وسعيدة بهذا الشكل أولا وصلت لهذا المشهد إزاي كيف صنعته تمام هو بس أنا محتاج بعدين نسياتك ليه تعليق بسيط بشأن تصريح كنت أصدرته بالأمس القريب ففيه بس لغط حصل قد يكون مني وقد يكون من اللي أنا بقوله عليه كانت تعليق وأنا بتكلم بقول يعني السؤال جاييني بيقول إنت يعني إزاي تتجوز على الزوجة الأولى أصلا فقلت يا جماعة عمال يعني سبحانه الملك يعني عيش في الحرام إحنا مش نصارة النصارة بتجوز وجوزة واحدة لكن إحنا بنتجوز أربعة فأنا بقول إحنا مش نصارة فأطعوا عليك كلمة فبينوا المعنى يعني إنت عايز سؤال يعني إنك إنت هنا ما بتقصدش المساز بالمساز إنت بتقصد إطلاقا إن الزواج عندهم زواجة واحدة وإحنا أربعة الزواج عندنا محتاجة زي بالظبط يا فاندم لما بنقول لما يكون واحد بيحب مراته جدا وخايف على مشاعرها ويقول لك بص لا يا عم أنا وزوجتي دي جوزنا جواز نصارة لا بنتجوز تاني ده مثل آه عشان محتاجة يتصاعد الكلام أو ياخد جملة ويقول لك بس سلحة ده بيشتم المساكين أو بيهنهم أيوة لأن الدولة فده ما تقصده بالظبط طيب ندخل بقى كيف صنع هذا المشهد إزا يجمع تمام بين الزواجة الأولى والزواجة التانية في الفرح وفي حالة الانبساط والتهليل بهذا الشكل طيب حاضر أنا حجوب حاضرك على السؤال بس برضو فاضل نقطة أخيرة إن في التصريح برضو كان السؤال بتقول خلينا بس يا أستاذ معتاز ده حاجة عاملة مشكلة أنا بس بس ما أنت أوضاء يا جماعة معتاز لا يقصد المساس بالمسيحيين لما قال إحنا مش نصار هو يقصد إن الزواج في المسيحية يختلف عن الزواج في الإسلام بس خلاص أغلق ما بقى هذا الباب ده فيه نقطة تانية غيرها مش دي كمان فيه نقطة بس صغيرة غيرها ما عليش اسمحنا أنا أسف فضل دي حاجة بوظالحات الشخصية فضل كنت بقول إن أنا متفق مع زوجتي الأولى قبل حتى ما أتجوزها طيب ما أنت هتقول ده هتوضح ما أنا هتوضحه بس عشان أبقى خلاصت من التعليق ده بس وما أحدك زي ما أنت عايز فضل إن ده كان اتفاق لأن هو اللي سألني السؤال يعني بنرفزوك ليخرجوا أسوأ ما فيك عايز أقولك حاجة بس الناس لا مهتمية أنت تجوزت ولا ما تجوزتش ولا هي مهتمية بعنطريات معتز وغزوات الفيزيجات الناس تهتم خلينا أدخل بس في الموضوع الناس بتهتم فقط بأن هل هذا الزوج يكهر امرأتين بهذا الشكل هل هذا الزوج يريد أن يبدو أمام الناس على أنه يعني صاحب عنطريات وغزوات وهرون الرشيد يجمع النساء بهذا الشكل هو ده اللي بيهم الناس المشهد ده كيف صنعه صنعته إزاي هو المشهد ده علشان نصنعه بقىنا فيه بالضبط 3 سنين 3 سنين في محاولة مع الزوجة الأولى علشان تقبل فكرة أن أنا أتجوز أساسا يعني عناء رهيب مع الزوجة الأولى يعني عشان أحكي لك الكسة ده عايز يوم بحلوة عشان أحكيها عشان تقدر أن هي تقبل أصلا بفكرة الزوجة التانية وكمان أن هي تيجي تحضر الفرح برضاها هي إذا كان أنت عادت 3 سنين تقنعها بس بالنزيجة الثانية آه أن تتجوز تانية آه وتبقى برضاها آه فتقعد بقى كام عشان تجيبها الفرح يعني لا معهنة بقى إزاي معهنة إذا خدت أول درجة في السلم فخلاص البقى سهل المهم أنك تعرف الدرجة منين بس ده الموضوع فهي كان الوسيلة هنا في الإقناع أن أنا أتزوج برضاها ونفذ لها كل اللي هي عايزها برضو جزاء لها ده بقى لها معي عشر سنين فما ينفعش أزعلها في يوم الأيام زميها ما زعلتنيش في يوم الأيام اللي بينه وبينها حب واحترام وود لا يقدر بثمن ويعني لو قعدت أسرت فيه العمر كله ما خلصوش دي الزوجة الأولى ففكرة أن حبيبها ده يروح يتجوز وكمان هي اللي تخطب له كانت صعبة جدا عليه طب خلي بالك الناس هتلاقى أصلا أصبص اللي بيحب لا يبحث عن زوجة تانية لا لا يعني أنت يقدر يحب أكتر من واحد على فكرة ويحبهم لتنين بمستقى واحد برضو عادي والست لو هي مش كويسة تقدر تحب أي حد لكن لو هي ست كويسة وتعرف ربنا لا أنت عايز تقنعني أنك تجمع بين الحب يعني أنت هنا أو أولا تاني وتالت حقولك ده ده مش هيهمين بس ده بس بفتح قصين على إن يعني اللي هيتحدث عن حب حد حيقول والله خلاص مش هجرحه ومش هتجوز تاني طالما أن أنا بحبها وهي بتقوم بكل مهمها يعني تمام لأنك أنت بتقول حتى عادي ثلاث سنين أقنعها بس أيه أيه ومن تاني سنة من جوازنا وأنا ببحث عن زوجة مش لتقطير من الزوجة الأولى لا ألف من ليه لفكرة إن أنا عايز أتجوز اتنين وبعدين يبقى عندي عزوة كويسة هو هدف وقناعة من صغري عايز أتجوز اتنين هم أنت إزاي ويبقى عندي أولاد من دوم دي لأنه نصلا أنا راجل واحد أسرة فعايز أولاد من يطرق وحدة بردوك التعدد في الإسلام مش هدف في حد ذاته لو حولته الهدف التعدد في الإسلام عشان كده مقيد مقيد بقيود كثيرة انت حولته إلى هدف إن أنا يعني الصنة عايز أتجوز اتنين هو الأول هو يعني هو سنة إحياء سنة دي حاجة وطاني حاجة هو إعلام ما الإعلام النهاردة أكتره بيهدف للتعدد على فكرة لما تبص أخذ بالك منه كده للأفلام لمسلسل حج فواز للحج متولي أنت تعصرت بالمسلسلات آه طبعا الإعلام عليه دور رهيط جدا يعني مسلسلات دي ما هي ما بتحكي الواقع أيوة بتحكي الواقع ولماش هتحلو بصراحة جميل يعني حاجة كويسة وحاجة مش وحشة وبعدين عايز أقول لي سيدتك حاجة يعني من ضمن وقفات وحاجات زوجتي القولة معايا بتقول لي أنا مقبلش إن حد يقول على زوجي كلمة كده لا أنا أجوزه اللي هو عايزه ومحدش يقول لي حاجة كده غيرها بيقول لي أنا أقبل إن زوجي يعرف واحدة أو شوية كده ونقوله إن هو نزوه وحيرجع لي بقى الكمية يتجوز لكن زوجتي غير كده أنت أصلاً أنت هنا خليني بس أنا مش عايز نقشك في كل ده أنا عايز نقشك في هذا المشهد بس أنا بشوف إنه هذا المشهد يا أستاذ معتز جارح جداً أنت عايز تبدو فيه صاحب عن تغيات وصاحب الغزوات لا 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 وعايز تبدو فيه بقى أنت هنا لو خليني ما يهمش في التعبير لو كنت متعقلاً أقول لا أنا ما أعملش معها هزا هي خلاص الزوجة قبلت خلاص وتجوزت زي ما أنت عايز ده قضية بقى ربنا يحسبك يعني أن هذه الزيجة كانت عادلة ولا لا وحققت العدل ولا لا إنما المشهد ده لا مشهد جارح للمرأتين للأولى والتانية ويظهرك يعني اللي هو المشهد اللي أنت عايز تزر تزر فيه بأي ذا الشاكل يعني لا 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 أنا دونجوان يا جماعة أنا فلاكينو يا جماعة أنا العاشق النساء وأنا مغنطيس في جذب النساء يا سلام الله المستعى لا فيش الكلام ده طبعاً خالص والموضوع ده جاي برضى الزوجتين وحبينه جداً جداً وكان حلم إن أنا كنت باح لما أم مروان زوجته الأولى إن إحنا نعمل فرح تاني كنت بقول لها دايماً إيه رأيك نعمله فرح تاني مروان إحنا ما فرحنا لأولاني كتحالتنا صعبة وكنا على قدنا عايزة عمل تاني كتب إنت بتكلمني عن حب شديد يجعلك ألا تنظر لسيدة أخ جبال من الحب والاحترام بينه وبين الزوجة جبال يعني إنت بتكلمني عن حب شديد يتناقض مع المشهد اللي أنا شايفه المشهد اللي أنا شايفه ده لأ أنت تسوق امرأتين للإهانة لا 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 أنا بشوف في هذا المشهد يعني اسمح لنا بقول لك رأيي تمام رأيك يحترب خاصة ليه بقى أنت كمان اللي صدق أما بعد ممكن لك إيه أنت بتقطعهم وليه حياتك خاصة ما أنت اللي طلعت حياتك الخاصة للناس ما أنت اللي حطت ده وتعليقات وعملت بعد كده عليه حملات وتحولت المسألة عندك على صفحتك إلى نوع من التصويق لهذا المشهد جميل بس الكلام ده ما حصلش أنا أصلا ما نشرتش صورة واحدة واحد من المعزومين هو اللي صور من جير إذن ونشر بعد ما صور ونشر طبعا أنت عملت إيه عندك عملت إيه عند الرجل ده بعد ما صور وقعد الصور عنده يومين ما جمعوش اللي ثمان تعليقات فقلت الحمد لله كده الموضوع عادي ما فيهوش أي حاجة وأي حد في فرح بيصور وقول فرحي وبينشره للدنيا بحالها عادي أي حد في الدنيا كده فأنا روحت وقلت طب الحمد لله أتمنى هو يعني جاب سرعة ثمان ثلاث خلاص بأ أنا عليه أصدقائي على صفحتي فأنشر لهم الخبر أن أنا تزوجتي وإعلان وكده كده إحنا معناش حاجة غلط ده فرح ما حدش بيحسبك آه تمام أنا محسبك على المشهد المشهد ده أنا عامله كده علشان إعلاء شأن الزوجة الأولى والزوجة التانية إن الزوجة التانية ما خدتنيش من ولادي الزوجة التانية خدتني برغبة زوجة الأولى والزوجة الأولى عملت كده عشان ساعدت عشان هي بتحبني أصلا وبتحترمني فعايزة لما تشوفني ساعد هي تكون مبسوطة لأنني ما أسرتش معه حاجة في حياتي ده أنت قلت أنا عادت ثلاث سنين أقنعها أيوة أنت عارف أنه الزواج من زوجة تانية دايماً بيكسر حتى وإن أخفت ذلك أيوة طبعاً بيكسر نفسية الزوجة طبعاً حتى وإن أخفت ذلك أيوة فهنا طبما لما طبعاً أعدت الوقت ده كله بقى بتهيئها تعمل الوقت ده كله قعد بهيئها أنها تقبل أن أنا ما تجوز من وراها أنها تكون هي المختارة معايا أنها تديني الفرصة عشان أروح أخطر مش أي حد لازم أخطر زوجة وليم حول الجواز التاني الهدف الزواج التاني يضطر إليه الإنسان ليه محوله الهدف مش لازم يضطر إليه الإنسان على فكرة مش لازم لا قيوده في الإسلام كده وأنا في نفس الوقت مش عايز الله أعلم من حقك أنا أصلاً مش هنقشك أنت الجواز تاني لإيه أنا بنقشك فقط في المشهد المشهد مهين ومزل لمرأتين زوجة أولى وزوجة تاني أنا عندي شعور وكأنك تقود مرأتين للإهانة بهذا المشهد لا والكلام ده غير مزبوط بالمر وهم عارفين الكلام ده ويكفر أنه هم عارفين وأنا عارف الكلام ده ويكفر أنه أنا عارف والمفروض أن أحاكي الكلام ده مع سياتك أساساً وحضرتك برضو المفروض أنه عندك خلفية بيه فأنا مش اللقهين زوجاتي ده أنا الدنيا كلها تهني وزوجاتي لأ وعلى فكرة زوجة الأولى والتانية الاتنين ما أسروش معايا أنا اللي أسرت معاهم وبالذات زوجة الأولى ما تخليتش عني في حال ادتني كل شي ولما طلبت منها الزواج زعلت كل حاجة واعترضت كل حاجة تمام؟ لكن في النهاية زعلت كل حاجة واعترضت كل حاجة أيوة طبعاً ده ست ده ست ولازم تغير ولازم تقول لا ألو أعفيها بقى من هذا المشهد أعفيها إزاي؟ أعفيها من هذا المشهد أنا ما طلبتش منها كده بل مشهد ده مشهد يعني زكوري من الدرجة الأولى أنا راجل يا جماعة لا هي اللي طلبتو أنا مغناطيس لا 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 ما فيش كلام ده أنا جاذب للنساء والزوجات ما فيش كلام ده ما فيش كلام ده لا 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 بص ما فيش الكلام ده على فكرة انت عارف زي إيه أحياناً تلاقي بعض بعد شرطة يفعود على القهوة الساعة 6 سبعة ويعود إيه يتباهى بغزواته النسائية وإنت عامل مشهد كده أستاذ معتز فيه نوع من التباهي والفخر ومروض له لكده يعني هو المشهد بصوا في الصور تاني وتالت نعرف التباهي والفخر اللي في الصورة ده كنت بقول ساعتها كنت بقول الرجل الشجاع هو اللي يعمل زينا إنه يخلي الزجا دي فرحانة ودي فرحانة واللي اتنين موافقين ويتجوز بشرع الله وعى الملأة وإن الزجتين اللي اتنين عائلتهم أفضل من بعض أعطيتك وعدا بإنه ليش لفنات بس إنت لو سمعت الأغاية الناس فهيتكلموا عن أغاية الناس لا مش عايز أسمع آراءهم ولو فتحت تلفناتها وممشي أنا بصراحة بعدين سيادتك أنا شرعتك بصراحة أنا اللي بقولك أنا أعطيتك وعدا لكن أنا في نفس الوقت أقوليش يوميا أنا إذا أعطيت وعدا ده على رأس طبعا لكن أنا بقولك ده أبو مناسبة أنه حتلاقي التعليقات كلها زكاية دي الشجاعة هذا أنا آسف هي من وجهة نظري أن دية شجاعة زوج وزوجات اختاروا طريق الحلال واختاروا الأصول والشرع بدل التطرف لأغرب أخرى دي من وجهة نظري من وجهة نظر أن زوجتي الأولى طلبت مني أن تتجوز بس ما تسيبنيش في بيت وهي في بيت خلينا حين اتنين في بيت واحد عشان تبقى جنبي حتى لو مش هتجيني خالص وتقعد مع الزوجة التانية أنا موافقة بس خليك جنبي أنت عارف لما لاقي الزوجة لازم رضيها كده أنت عارف لما لاقي الزوجة الأولى بتقول كده والله ما تتجوز تاني لو عندك نقط مش عايز أقولك حاجة طيب والله ما تتجوز تاني لو بتلاقيها بتقولك كده يعني شوف الإصرار والتصميم أعارف على كلامها ده فعلا فعلا أنا مؤثر في حقها من السمر الأرض وفعلا الست دي الجرام فيها بمليارات الدنيا تمام ولو خيروني بين رقبتي وهي أختارها هي ما أنت ما عملتش كده لا رقبتك إيه ده أنت بلاحس عن زيجة جديدة وحياة جديدة الزيجة الجديدة بقى وحياة جديدة الزيجة الجديدة على حكرة تعارف اللي بقول زيك كده رقبتي اللي هو يعني يقول خلاص بعدها لا شيء لا توجد حياة بعدها لا توجد سعادة بعدها لا توجد متعة بعدها اللي بقول زيك كده رقبتي فداها لكن أنت ما قلت ما عملتش كده لا عملت كده ونص أنا بتجوز جوازة تانية وبتجوزه ممروان دي من تاني تمام واللي عملته الزوجة التانية وعلى فكرة لا مش عن تريات مش عن تريات يا بي سواني اسمحلي ده عدل بين الاتنين واللي عملته معي الزوجة التانية برضو ووقفها وحبها لي وتمسكها لي تقريبا يداهي جزء كبير من اللي عملته برضو ممروان معي طبعا أنا ده أستطيع أن أقول أنك ده خلفت القانون وفي نفس الوقت يعني مخالفة الشرد حاجة يحزبك عليها الله سبحانه وتعالى لكن اللي أنا أستطيع أن أقوله لك لا ده مش إنصاف ومش عادل والتصويق والترويج للصورة والمشهد بهذا الشكل لا ده قمة الإهانة للمرأة سواء الزوجة الأولى أو الزوجة التانية أنت هنا تعامل المرأة كقطيع كطيع لا 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 حاشا لله حاشا لله المرأة ليها مقامها والمرأة ليها حقوقها كاملة اللي شرعها القانون والدستور وشرعها القرآن والسنة سيبنا النبي ما أقدرش أجل يمها أنا المرأة وحقوقها على رص من فوق أي حد في الدنيا على رص من فوق أنا اتزوقت برضى أهلي وبرضى نساي بدولت ونساي بدولت وبرضى الزوجتين واتجوزت جواز رسمي وكتب الكتاب في العلن للدنيا بحالها ما عشان كده أنا بقولك ما حدش بيحسبك ما حدش بيحسبك على ما حدش بيحسبك على ما حسبك في مشهد صدرته بهذا الشكل وأثار استفزاز الناس وغضبهم في فكرة الزكورية العنترية والمرأة تغلوبة على أمرها لا أنا معقول مش كده أنه في حد هو اللي صور ونشر مش أنا ما يهمش من تخدمت ما قلت الكلام ده مليون مرأة يا معتزم من تخدمت بعد كده وحولتها القضية لا أنا معتزم بالعكس إذا كانت أنا جاي لسيادتك النهاردة عشان أقول كده يا جماعة ولازم الموضوع ده يقف لأن أنا حياتي الشخصية بقى متضمرة بسبب كلام الناس ده أنا جاي لحضرتك عشان تنصفني للحاجة دي مش عشان تقول أنها لا أنا 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 لا أستطيع لا أستطيع أن أنصفها في عمل أنا أنا قلت لك مشهد الصورة وتصديره بهذا الشكل لا هو مهين للمرأة فيه تفسير خاطئ لتعدد الزوجات تحويله إلى هدف زي ما أنت بتقول بس أنا مخطط وعايز تعدد فيه تفسير خاطئ لتعدد الزوجات ده يعني يحسبك عليها الله سبحانه وتعالى ده بينك وينة لكن المشهد مجتمعيا لا مجتمعيا حولك ده مهين للمرأة فيه زكورية زيادة عن نزوم فيه عنتريات رجل فيه تعامل مع ستات مع المرأة على أنها قطيع